بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بركاته اهلا وسهلا بكم طلبة الصف الثاني الاعدادي في درس جديد من دروس التاريخ يعنون الدرس عند النهاردة الدولة العباسية عايزين نعرف لمن تنسى بالدولة العباسية طبعا يا جماعة تنسى بالدولة العباسية الى العباس ابن عم الرسول العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم يبا تنسى بالدولة العباسية للعباس ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم استمر حكمهم اكثر من خمس كورون خمسمية خمسة وعشرين سنة طبعا وحكمها 37 خليفة تنقسم بدول العباسية يا شباب إلى قسمين العصر العباسي الأول كان 100 سنة وطبعا من 132 لمية لمتين اتنين وثلاثين والعصر العباسي الأول تسم بالقوة والازدهار في كافة المجالات أما العصر العباسي الثاني من 232 ل 656 وتميز بالضعف والانهيار يجي لعندي سؤال كده أقولك بمتفسر تسم العصر العباسي الأول بالقوة والازدهار الإجابة أقول لي أن العباسيون حافظوا على واحدة دولتهم واستكلالها وقاموا العديد من الإصلاحات في كافة المجالات طب نيجي عن ناحة تانية يقولك بمتفسر يعتبر العصر العباسي الثاني هو عصر الضعف والانهيار أقول لي إيه حيث ظهرت فيه الكثير من الدول المستقلة طبعا الغزان في الدولة الإسلامية زي السليبيين والتطار التطار اللي هم إيه المغون يبقى أنا عندي كده عاربت أن العصر العباسي الأول كان قوة أما العصر العباسي الثاني كان ضعف الفتحات في العصر العباسي وفعات دولة العباسية طبعا امتدت زي ما احنا شايفين كده قدامنا من الدولة من المحيط الأطلنطي غربا إلى الشرق بلد ما وراء النهر في الشمال البحر متوسط وأوروبا وفي الجنوب الصحراء الكبرى ده بالنسبة للفتحات التي تمت في عهد العباسيين نجي بها نشوف أشهر الحكام هنبدأ بأبو العباس أول واحد هو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس وهو أول خلفاء العباسيين أهم عماله قضى على كل معرضي نقل الخلافة إلى الكوفة ثم الأنبار وجدد الطريق بين مكة والكوفة وزودوا بالمنارات لهداية المسافرين يبقى هم عماله قضى على كل المعرضين له رقم اثنين نقل مكر الخلافة إلى الكوفة وبعدين نقلها من الكوفة إلى الأنبار وجدد الطريق بين الكوفة ومكة وزودوا بالمنارات نجي بعد كده على الخليفة اللي بعد كده عندي أبو جعفر المنصور تولى الخلافة بعد أخيه أبو العباس هو يعتبر هو المؤسس الحقيقي دول العباسية وهنا سؤال مهم جدا وسؤال امتحانات نخلي بالنا منه بما تفسد يعتبر أبو جعفر المنصور هو المؤسس الحقيقي للدولة العباسية هنقول لأنه قضى على الفتن والثورات رقم اثنين عمل على نشر الأمن والأمان في جميع انحاء البلاد راكب الولاها وحسبهم وبنى مدينة بغداد واتخذها مركز للخلافة يبقى عندي كده أبو جعفر المنصور هم عماله قام بنشر الأمن والأمان في جميع انحاء الدولة رقم اثنين قضى على الفتن والثورات راكب الولاها وحسبهم أربع بنى مدينة بغداد واتخذها عاصمة لحكمه وطبعا هو المؤسس الحقيقي للدولة العباسية ده بالنسبة لأبو جعفر المنصور خلي بنى منه كده أنه هو المؤسس الحقيقي للدولة العباسية طيب نجي على الخليفة هارون الرشيد بداية هو تولى بعد وفاة أبو جعفر المنصور تولى ابنه الهادي المهدي وبعد كده جعل الولاب التناوب لولديه موسى الهادي وهارون الرشيد تولى الهادي الحكم لمدة عام بعد تولي الخليفة أخيه هارون الرشيد الذي تميز بالشجاعة والأخلاق وتحمل المسؤولية وتدين فكان كثير الحج والصلاة مميزات أو هم أعمال الخليفة هارون الرشيد عمل على التساع رقعة الدولة الإسلامية واهتم بالزراعة والصناعة والتجارة شيدت في عهده الكسور والحديق والأسواق تمام كده وأربعز ظهر في عهده العلم وقرب العلماء إليه يبقى ده كده أهم أعمال مين؟ أهم أعمال الخليفة هارون الرشيد نجي بعد كده على الخليفة المأمون نجي بعد كده على الخليفة المأمون هو عبدالله ابن هارون الرشيد ولد في سنة 170 ونشأ نشأة إسلامية وكانت سيراته سيرة حسنة بين الناس تولى الخلافة الأمين بعد الأمين الذي استمر حكمه حوالي خمس سنوات ثم تولى بعده المأمون تمام كده يبقى المأمون مسك بعد الأمين نجي على أهم أعماله وصفاته طبعا كان عرف عنه العفو والعلم والعطاء والعناية بالعلم والعلماء اتنين شجع على حركة الترجمة حتى يستفيد المسلمين من مؤلفاته أو من مؤلفات الحضارات الأخرى وقضى على السورات والفتن في الدولة ما جبك كده سؤال يقولك بما تفسر شجع المأمون على حركة الترجمة تولي حتى يستفيد العلماء المسلمين من مؤلفات الحضارات الأخرى طيب نيجي بعد كده على الخليفة اللي بعد كده عندي المعتصم المعتصم هو محمد ابن هارون الرشيد ولده سنة 180 من أم تركيا وهو من أشهر خلافات دولة العباسية تولى الحكم بعد أخيه المأمون نيجي بعد نشوف أهم عماله أول واحدة اهتم بالجيش طيب نيجي بك سؤال كده أقولك بما تفسر اهتمام المعتصم بالجيش أقول من أجل القضاء على السورات التي حدثت في عهده اتنين حرب الروم وانتصر عليهم تلاتة فتح مدينة عمورية وبنى مدينة سامراء وطبعا هو تولى الخلافة لمدة 8 سنوات و8 أشهر بس خلي بالك تجي لك تمنسى بالأعمال قام بفتح مدينة سامراء تبع عندي المعتصم تمام كده من اللي فتح عمورية ابو برضو المعتصم خلي بالك عشان نيجي لك لمن تنسب الأعمال طبعا وفاته وتوفي المعتصم سنة 227 بعدا استمرت خلافته 8 سنين و8 أشهر طبعا عندك دي معلومة إسرائية ده أنه كان دليل أنه كان يرع على الإسلام طبعا عندما استنجدت به امرأة تعرضت للأزاة في بلاد الروم فأرسل رسالة لملك الروم قائلا من أمير المؤمنين إن لم تطلق صراح هذه المرة أرسلت لك جيشا أوله عندك وآخره عندي فأطلق صراحها على الفور ده دليل طبعا على إنه كان رجل قوي وعنده جيش قوي ومسلح وطبعا على خوف ملك الروم منه وعلى عزة الإسلام في ذلك الوقت نجي بعد كده على عوامل ضعف وسقوط الدولة العباسية طبعا جيبك سؤال كده أقولك بما تفسر ضعف وسقوط دولة العباسية تقولي بسبب سيطرة العناصر غير العربية زي الأتراك وزي الفرس والروم اللي دخلوا في الإسلام على طبعا نظم الحكم والإدارة خلي بالك إن العباسيين كانوا بيعتمدوا على الأتراك والفرس والروم في الحكم والإدارة لكن الأمويين كانوا بيعتمدوا على العرب رقم اتنين اتساع الدولة العباسية وصعوبة السيطرة عليها مما أدى لزيادة الأطماع بها ثلاثة الصراع بين أفراد البيت العباسي وهنا سؤال يقولك بما تفسر حدوث صراع بين أفراد البيت العباسي هتقول بسبب تولية العهد لأكثر من واحد وأهم من ده كله تولي الخلفاء طبعا خلفاء ضعاف فاتجهوا إلى حياة ليه الطرف ده كانت أسباب ضعف وسقوط الدولة العباسية طيب بس هل تعلم ده خلي بالك منها وهمة جدا إن تم حياة دولة العباسية مرة أخرى في مصر عادة ظاهر بيبرس سنة 659 وطبعا استمرت الخلافة العباسية حتى تم الفتح العثماني لمصر سنة 1517 عادة سلطان العثماني سليم الأول طبعا وبدأ بعد كده الخلافة تنتقل من القاهرة إلى الأستانة بتركيا ولغية الخلافة العباسية نهائيا أو الخلافة الإسلامية نهائيا على مصطفى كمال أتاتورك وعلى الجمهورية التركية وبذلك سقطت الخلافة الإسلامية كده إن شاء الله نكون خلصنا الدرس شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم